السلام عليكم الإخوة والأخوات نتمنى أن تكون أموركم كاملة على خير ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد بطبيعة الحال تربية لطلبة للناس منكم اللي يسولون على ما هم الخطوات اللي ممكن تتابعوها باش نتعلموا لغة جديدة أو اللي ممكن تتابعوها باش نطوروا القدرات دينا في اللغة اللي احنا كنقرأوها حاليا وكذلك سؤال تاني هو شنو ما الكتب اللي تقدر تنصحنا بها من الكتب اللي عندك بينسوق باش أنا نقدرون ناخدوها ونستفدو منها بينسوق بالنسبة لها السؤال التاني من كش اللي نجاوب على قاع الكتب اليوم لأن أي كتب أنا كناخدو إلا وتيكون مهم بسف فنقدرون مثلا نتكلميكم على بعض الكتب اللي غدري نذكرها اليوم ولكن نقدرون ندروا حلقات أخرى اللي غدري نقدر نتكلم فيها على مثلا نوع دي الكتب أشكف ونتكلميكم على واحد نوع معين اللي غدري تستفدو منه ولما لا نقدرون ندروا حلقات أخرى اللي تكون يعني عبارة على سلسلة اللي نتكلموا فيها على شخصيات أدابية شخصيات فلسفية دي كوغون يعني تيارات أدابية اللي دازت عبر التاريخ يعني سلون لا فلش دوتون بيانسو غدري نقدروا ننقشو هذيك شي كامل لما لا فليوما الإخوان باش نقدر نجاوب على هاد السؤال هادا غادي نحاول نبرتاج معكم بعض الكتوب وكذلك حيث نعرف انه كين دي بارسون حاليا اللي حسب هاد الحجر الصحي أو العزل الصحي اللي واقع حاليا كين دي بارسون مقدرش تدي بلاساو كل إنسان اللي غير مؤهل دبا باش يشيري شي كتاب أو شي حاجة فانا قدر نسحكم بديزابليكاسيون باش تبدو دي جا ما تبقاوش غالسين تستغلوا هاد الفورصة هذي ومن بعد إن شاء الله لما لا لما يكون عندكم يعني الوقت أو لا واحد المتنفس من الوقت انكم تقدروا تاخدوش كتاب علش الله ان الكتاب يعني كيبقى ستبقى القيمة ديالو لا تعوض إذن شنو ما الخطوات اللي قدرنا نتابع باش نسافذ من اللغة خاصك أنك اللغة تربطها معاك يعني بجميع الطرق نعطك مثال بحضة مثلا أنا بريدت نتعلم اللغة الفرنسية بحضة مثلا خاصني اللي تليفون ديالي يكون ان فرنسي ما يكونش او ناراب حيث أنا بريدت نتعلم الفرنسي ليش لأن غادي بدن نشوف سوفغارد ارجيستري فرمي انولي اجوتي اجوتون سواء ديالي هل أنت كتتعلمه وفي نفس الوقت تصور راسك وشانا نعرف مدلاله في هذه الفرنسي وشانا نقدر هذا الفرنسي وعادهم نسعملهم في واحد الجملة حاول توضفهم في الجملة ستقلب ديكسيون على الفرنسي اجوتي ستجد لديفينيسيون ستجد لديفينيسيون يعني او فراز هذه الفراز حاول تأخذها بعين الاعتبار وهذا هو اللي بحضة مثال نتكلم عن اللغة الفرنسية لكن بثائف دي النس يكون عارفين عدة مفرادات تسمى لفوكابلاء وإنما الفوكابلاء سيكون ينقسم الى قسمين وكيف يكون بشكل فقط وكيف يكون بشكل فقط ماذا تعني؟ هو ذلك المفرادات التي اعتقدها وستثمرها كذلك وستثمرها وستغلها كذلك لن نواصل بلا لونج فرانسيز وكيف يكون بهذا الشيء كما تعني، وإنما نعرف أن نخلاف جملة إذن هذا من باب. إذن شنو نقدر نقوله هو هاتوك الكلمات اللي حنية كنقدر نلقاهم يعني في التاليفون تيطلعوا عليها في سيستام نقدر هاتوك الكلمات نقلب عليهم ونحاول العرف كيفاش نوظفهم في جملة. بحلقة تدير أن تخدموا مع رأس كنتا ولا عندك اللو ديكسيونير غايت تدير نقدر نسحكم بوحده ديكسيونير هاوي عندي هنا هنا يا. هذا كي تسمى لو بوتي روبير ميكرو. أنا كنت أخذيتها في 2013 سيكون شوية لكو لغة ثلاث حاليا وإنما تقدروا تعقلوا على الكوفيرتور دياله هاتو كيف ما تتشوفوا. ما تحاولوش تخطو بحالي عندي هنا الكبير عندي لو بوتي روبير يعني ديكسيونير ايتيمولوجيك ايديسيون دوميل ديسنف. ما كنت حكمش بي لأن الكلمة الاستوار يعني فوقاش دخلات في الفرنسية من نجات الأصل ديالها. لانسيان فرانسي كيف كانت تكتب كيفاش ولات اتساترا بعد الكلمات بحالة سابيونس ما بقيتش حاليا اللي كتجي كتعطاني اللي عند علاقة بالفرب سافوغ حاليا اللي كان فلاتنا هو سابيري. لا داعي ندخل في هذا الشي كامل ماشي ضروري. هذه النقطة. النقطة الثانية هو نحاول هذه كلها لونج نستمع لها نسمعها. سابقونا نسمعها سابقونا نحاول انني سواء يكون عندي تكست اللي هما اوديو. بانسيور باش ما تقولوش رغ نكتر عليكم المعلومات. نو غير نعطيكم ديزا بليكاسيون اللي غاتقدروا تديروا به هاتش اللي كنقول انا دابا. يعني يكونوا عاو تاني شي حاجة بعد بدي تكست اللي كيكونوا افيك ان اوديو. كي يجو مع ان اوديو. يعني هو اوديو باش نقدر اني نسمع له تكست داكو. او لا لا غاديو. كانين عاو تاني ديزا بليكاسيون تخيز امبوخطونت لنقدر نبارتاجها معكم تاوما. موهما. وكذلك النقطة التالية والرابعة بقي جوج. التالية هو اني نقدر نقرأ ان تكست. ناخده عن تكست ونقرأه. كين دابا دي باسون تقولك وارا غا نقرأ انا التكست ان فرانسي وما غاديش نفهمه. راه ماشي دروري تفهمه. دابا دل النقطة التالية ماشي دروري تفهمه التكست. تاخده التكست وتحاول انك تقرأه. الوغل ما كتكون تلك تقرأ في ذاك التكست. ولو انك ما تفهموش هذا ماشي ام بروبلم. حيث علاش دابا خصك تعرف انتا اشنا هو الوبجيكتف من انك تقرأ ذاك التكست بلا ما تفهموه. هو انك انتا تقولي كاتمموريزي لاغغافي. يعني لاغغافيك مو كيفاش كنقدر نكتبوه. لما كتسمع دي باغ. ايوات دي باغ كنكتب اين دي باغ. الو دي باغ. واش بالأي في الاخر واش بالأو واش بالدي واش بالسي. ما عرفناش. نورمال مولو دي باغ في الاخر. لاغ هذي كتي باش غاد نقدر ان نعرفها. وهي ما كتنطقش اصلا. حيث انك نكون سابق لي شفتها. واش فهمتوش كنقول. دونك تحاول انك تقرأ. خذ يعني دير انتا ربع ساعة في النهار حاول انك تقرأ. الى غير اتي غالة تنسيون ديالك يعني واحد لومو. سيقلب عليه. هذا السفتي امو دو تخوة. وخمت فهمش له تاكست كامل. خذ منه واحد ثلاثة واربع وحاول. وليك ما شوف. الله يجزكم باخير. ما تاخدش لي امو وتحاول تحطف كارني وتحطف كارني وتحطف كارني كلمة. هذي كران ماشي خدمة. لماذا؟ لان لومو لما كتبغين تدلي لديفينيسيون. راك يكون عندو لسانس بروبع و لسانس فيجوري. او لا ديسانس فيجوري. سيف در كوا؟ لسانس بروبع هو المعنى الحقيقي دياله الأصلي. اللول يعني كتلقاه ديجا واللولاني. وكتلقاه ديسانس فيجوري معاه. فقط نقول اننا نقدران نعطيكا مثلا محتل مو كونستكشون. ما تقعني كونستكشون؟ هي البناء. يعني سأبني عمارة نبني جامعة او ما شبه ذلك. ولكن لا نقول مثلا كونستكشون غراماتيكال. يعني التركيب اللغويه ديالواحد الجملة. وانا هنا سأطرع للسيمة والحديد. لانا هذا كتسمى سانس فيجوري. او الكنستكشون منطال. يعني بناء العقل. وانا هذا بناء العقل عنده علاقة بالمرطوب والسيمة. نعم. نفهم شيء واحد. وفي ما يتعلق بالقديد للسنس بروب وسنس فيجوري. يجب أن نعرف أنه لما نستعمل الدكسيونير لكي نعرف كلمة في القصة تعني. يجب أن نرى في الدكسيونير كان كثير من قبل الدفنيش. ونحن يجب أن نقرأ ما هي الفيديسيون التي تمشي مع الكلمة التي نحن في الجملة التي في القيصة لأن الكلمة التي تنقلبها في ديكسيونر يجب أن تجد عدة تعريف وذلك التعريف يختلفون كيف يجب أن نقرأ ما هو التعريف الذي يمشي مع الجملة لكي لا تخرج على الصياق الذي لديك في القيصة وحاجة أخرى لي مهمة كذلك يجب أن نأخذها على الاعتبار هي أنه كان تقرأ في القيصة ويقلب على واحد الكلمة كيف يريد أن يقيدها في الكارني أو في الجنة هذه القضية لكي تكون بشكل صحيح يجب أن تأخذ من القيصة ليس الكلمة فقط وإنما الجملة كاملة التي فيها هذه الكلمة تقيدها عندك في الكارني أو في الجنة وعاد تسترى على الكلمة التي يقلب تعريفها وتحت من ذلك الجملة تزيد التي أخذت من الدكسيونر سافوديغنتا تقول في هذه الحالة على أنها هالكلمة التي أنا مستطر عليها في الأجندة لي التعريف ديالها هو هذا يك وعليش أختيت بالضبط التعريف ومشي التعريف الأخرى لأن هذا هو التعريف الذي يمشي مع الكلمة التي أنا عندي في هذه الجملة في الصيق ديالها في هذه الجملة هذا هو المفهوم سافوديغنتا هكا تقدر تحافظ على الكلمة المعنى ديالها في الصيق ديالها في هذه الجملة بالذات وكذلك تقدر حتى أنك تأخذ الكلمة التي تعني وممتو كيفية تركيبها في الجملة يعني كيفة تتعرف في الجملة؟ وكيف تتعد من أجل فيérليه المفهومي كيف تقوم بتبع فرائفة كيف تكون سابقة كيف تكون أعبر وكيف تكون أعراض إنشاء الله هذا المال لدينا عشانبع التي يمكننا التعريف معك بالكورب الإنسان والذي يمكننا التعريف منها ان شاء الله في فيديوهات قادمة إن شاء الله سيكونوا دورتنا في هذا الباب هذه الحالة والنقطة الرابعة هنقرأ للفرنسي أثنوا يعني بصوة مرتفة وكما قشف بصوت ملتافي عصافي تقدر تقرأ غالط. نحن قلنا أنه يجب أن تستمع له بعد ذلك. لكي تحاول تسمع وتحاول تقرأ بحاله. يعني تقلد هذا السيد الذي قرأت تحاول تقرأ بحاله. يعني ليس غالط. ومن بعد أن ترى أنك تقدر تتواكب ذلك الليكتور. تلق هذا السيد الذي كانت يقرأ لك الأوديو وقرأ معه. ومن بعد أن تقرأ أين فوادو 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 فوادو. ومن بعد أن تدوز تكس وحد أخر. تقول لك اللسان تطلق معه لأنه مطلق مع الدارجة. إذا أريد أن تتعرض لنا مع أحداً بالدارجة، لا تطلق لك مشكلة لأن لسانك مطلق عليها. ولكن ما مطلق على الفرنسي؟ ما مطلق على لونجلي؟ ما مطلق على الاسبانيول؟ إذا أعمل اللغة التي تريد أن تتعلم، لا أعرف أي شيء. إذن أخواني أخواتي، نكون هنا المقطع الأول. سأخذكم على المقطع الثاني، سألقاه هنا في هذا الجانب. سأضغطوه عليه باش تتبعوا معي لزيتاب اللي سنقدم لكم كامل إن شاء الله. موسيقى 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 أفضل موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة